شهر آذار هو آخر راتب استلمه الأستاذ والمعلم في الدراسة الكردية والمنسب على وزارة تربية قيم كردستان احتجاجات وتظاهرات شهدت كاركوك منذ عام 2015 حيث بات مطلب أغلبهم هو تحويلهم إلى وزارة التربية الاتحادية اجتمعنا وتظاهرنا عشرات المرات وفي أماكن عدة في كاركوك منذ 2015 ولحد الآن لإيصال صوت أكثر من 7000 مدرس ومعلم وموظف من مدينتنا إلى الجهات المعنية والمنظمات المدنية وأصحاب القرار في العراق وطالبناهم بحقوقنا المشروعة بالنقل الملاكنا حسنا نحن في شهر الثامن نهاية شهر الثامن بس ما أخذنا الراتب ثلاثة مال شهر واحد وثاني وثالث يعني شهر واحد أخذنا الراتب الكامل شهرين أخذنا راتب بنقص 21% يعني هذا يا ضمير يا دين يا أخلاق يقبل هذا يعني مدرس معلم بالصفي يأخذ حقه وأنا ما أخذ حقي لماذا المتظاهرون دعوا الرئاسات الثلاث بالنظر إلى وضعهم القانوني في كاركوك وكشفوا عن وجود تدخل لأطراف حزبية للتأثير عليهم لعدم التظاهر أحزاب السياسية يمنع من انخراج بنا بعض المعلمين لأننا لدينا دلائل رسائل رسائل من أحزابهم لا تتقربوا من المتظاهرات لدينا رسائل أحزاب سياسية في مناطق أخرى يقوم بتظاهرات وهنا يمنع المعلمين من التظاهر المعلمين الذين ينتمون إليهم من الحزب السياسي ويبلغ عدد الملاكات التدريسية في وزارة تربية إقليم كردستان فقط في كاركوك سبعة آلاف شخص كما أكدوا بأنهم سيحولون تظاهراتهم إلى اعتصام مفتوح عقب ظروف صعبة مرت عليهم منذ عام 2014 ولازال الأساتذة والمعلمون في كاركوك المنتسبون على وزارة تربية إقليم كردستان يعانون ويطالبون الحكومة العراقية بإيجاد الحلول وتحويلهم إلى وزارة التربية ببغداد رود أنور العراقية الإخبارية كاركوك